عندما نقلق أو نقف عند الإصابات لكورونا في العراق فهذا القلق مشروع لأنه أمس كنا نتحدث بقلق عن 95 إصابة اليوم نتحدث عن 119 إصابة أنتم ونحن والحكومة تدرك وتعرف تمام الإدراك أن هذه الحرب هي حرب تكافلية حرب المصدات الأولى فيها والبطل الأول فيها هو المواطن ولذلك نحن نتساءل بمرارة لماذا ارتفعت هذه الأعداد لتصل إلى 119 إصابة في وقت كنا لدينا أرقام متدنية وأمس أنا ذكرت أنه سيد وزير الصحة في حديث إلي مع عبر الهاتف قال إحنا انتقلنا إلى المواجهة ولكن مع هذا يعني هذه الأرقام لا تسر والذي يتحمل المسؤولية الكبيرة هو المواطن لذلك لا بد من الولوج أو اتخاذ قرارات كبيرة وسريعة ولا بد من الوعي الحقيقي بطبيعة ملاحظة ومراجعة وتقييم هذه المرحلة يعني في الوقت الذي نحن سعداء جدا أنه لليوم التاسع في كردستان العزيزة لحد الآن لم تسجل أية إصابة هذا يدلل على نجاح حقيقي لحكومة الأقليم التي نحييها من هذا المكان ولا شعبنا الكردي الذي التزم على مدة تسعة أيام أو عشرة أيام لم يسجل أية إصابة اليوم السيد الوزير الصحة يقول سنتخذوا إجراءات صارمة ضد المناطق التجارية أو المحالة التجارية المزدحمة والمناطق المزدحمة يعني هذا الإجراء لا بد أن يكون سريعا ولا بد أن يكون قويا ولا بد أن يكون متفاعلا نحن الآن عندما يكون هناك استرخاء وعندما تكون هناك لا مبالاة في التعاطي مع هذه المعركة أنا لا أسميها مرض ولا أسميها وباء أنا أقول أنها معركة وبالتالي سيكون هناك منتصر ونحن تعودنا دائما كعراقيين في المحسلة النهائية أن ننتصر ولذلك يجب أن نقف بشدة وبحزم وأن تكون كل القرارات متاحة أمام من ينظم مع العدو وأقصد بالذين ينظمون مع العدو هم الذين لا ينفذون القانون وهم الذين لا يبالون بما يجري وهم الذين لا يتعاملون ولا يتعاملون مع القانون يجب أن تطلق يد القوات الأمنية والجيش الأبيض وخلية الأزمة والقرارات السياسية التي تتخذ يجب أن تكون مرجعية علمية يعني خلية الأزمة والسيد وزير الصحة والجيش الأبيض ونقابة الأطباء والمختصين باب لليوم غلقت حدودها أمام الوافدين إجراء الحكومة المحلية تقدره الديوانية اتخذت إجراءات فرض الحجر شامل لا نناقش هذه القرارات لا نعترض عليها طالما أن هذه القرارات بها خدمة للصالح العام وخدمة المجتمع وبالتالي أتمنى أن نلجأ لاتخاذ قرارات صارمة كما قال وزير الصحة على الذين لا يرتدون الكمامات والذين لا يرتدون الكفوف يعني هسا ماكوا واحد كلنا خدمنا بالجيش من الروح للواجب من جنا نلزم واجب على الساتر نلبس هاي يسمونها الجعبة ونلبس الخوذة وناخذ البندقية ونفحص شواجيرنا والروح نلزم واجب ليش؟ لأن رحنا نكون أمام عدو أنت تتربس به وهو يتربس بك ماكوا واحد سان من عدنا يطلع للحجابات أو اليوم بمعركة داعش أو القاعدة ما مستكمل إجراءاته في الحرب يا أخي اليوم اندارت الدنيا واندارت الحياة صارت أنه أنت لما تطلع خارج بيتك مثل ما كنا نسميها بالخط الصد الأول طالع إلى معركة سلاحك الحقيقي اللي أنت رح تقاتل به هذا العدو اللي أنت ما تشوفه هي الكمامة وتشف لما تلبس الكمامة وتشف هو ليس طرفا وليس بطرا إنما أنت تقاتل عدو والآمر مالتك يقول لك بابا شيل إسلاحك وياك حتى تحصن نفسك هس أنتوا شفتوا دخلتوا بمعارك ودخلتوا بمخابات أنتوا تعبتوا الموت أنتوا عجزتوا القاعدة ملك الموت ململكوم عزراين ململكوم سرعة الموت بهاي الخطوات البسيطة ما تقدر تلبس لك شمامة وكف وتحط لك عصارها الكبرها اتلقح إيدك يا أخي تنظفوا فإن الإسلام نظيف والدين المسيحي يقول هذا والديانات المسيحية تقول هذا والديانات الأخرى تقول هذا الآن النظافة هو السلاح الذي به نعبر هذه المرحلة أقولها وفي كل حلقة يا خواتي يا أمهاتي يا أخواني يا أولادي يا أبنائي يا أخواني يا أعمامي نرجوكم عودتمونا دائماً أن تنتصروا يعني والله اليوم أنا كنت أتابع برنامج الله على هذا الشعب الله يعني هم أوجه تحياتي للزميل علي الخالدي اللي قدم هذا البرنامج لما قدم صورة إلى أحد الكوادر الطبية هذا اللي وليد اللي بوقت فراغة يلتحق يقدم خدمات في مستشفى آخر مجاناً شوف شوف نقران الذات نعم شوف نقران الذات شوف 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 هاي الكوادر هو ما لابس سمامه وكيف هو يجي عليك يحط لك كانونة ويحط لك سرنجة ويأخذ لك مسحة ويقيس حرارتك ويشوف عينك ويضطر يلزمك وممكن مو بس سنت وياك بيات على مودة اللي تعيش وبدون فلوس شوف هيك عدنا نماذج هيك عدنا شعب والله هذا الشعب قليلاً من الشرف وليس الشرف كله والله تقول دعم وتعبر بي للمريخ مو للقبر اللي ببكت المحنة بينو كران ذات فذول الأبطال ساعدوهم عاونوهم خلونا نصير مثلهم خلينا نصير بمستواهم وأنا من نحش ومحروق قلبي لأن أنتوا أهلي أنتوا عودتونا دائماً ننتصر عودتونا دائماً صبرنا على هس على فايروس مرة يقولون بي 30 ألف مقطع فلاونزة يا أخوان والله فلاونزة والله فلاونزة بس على شكل إحنا ما آل فينا هس تتذكرون قبل ما يطلع كورونا واحد من عدنا من تشانريد يعطس أو السيربي فلاونزة مو حاط لك لنسبيدة ومو حاط الخاول لبيدة ومن تجي التماذربي تيدت على قولة سيسمة تيدت حاببة قال لك لا 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 طبعاً